اشتركوا في القناة من اقل من اسبوع عن حتم عمور فنان مغربي طرح الاغنية دي وشارك فيها عدد كبير من لعبي منتخب المغرب شارك فيها هيرفي رينار شارك فيها وليد أزارو أمين حارس لعب شركة أشرف حكيمي لعب وليد بعد مسافر بقى وليد وليد هو في المغرب شارك في الاغنية دي أو كل لعب تمت مشاركته أنه صور نفسه بردد كلامات الاغنية شارك فيها سوفين المرابط نور الدين المرابط نابيل درار حكيم زياش شارك فيها مجموعة كبيرة من اللاعبة خصوصا المغرب يعني في الفترة الأخيرة طفرة كبيرة مع هيرفي رينار جمهور المغربي راديا الأداء المنتخب المغربي أشرف بن شرقي فيها كما أشرف بن شرقي برضو موجود فيها الطفرة كبيرة اللي بتعيشها كلة المغربية فوز الودات بدورة الأبطال على الاحساب الأهلي فوز منتخب المغرب المحليين ببطولة أمم أفري embroidered المحليين طفرة كبيرة بتعيشها كلة المغربية دخلين على كاس عالم الأغنية تعتبر تحفزية للعيبة قبل كاس العالم هنسمحها مع بعض ونرجع برضو طبعا فكرة حلوة جماعة ليه ما نعملش زيها في مصر نروح نسمع الأغنية عن المتخب المغربي ومشاركة كل اللعيبة من فنان مغربي قرروا نعمل هذه الأغنية نروح نتفرج عليها ونرجع لك داني طبعا أغنية أكثر من رائعة ومزيكها تحفة ومشاركة اللعيبة المغربة تحفة كلهم محترفين في أوروبا والعيبة الكبار ممكن بعض اللعيبة يقول لك أنا نجم ما اشتركش ما بعدش فيديو فاكر أنا عايز فلوس أنا عايز بتاعي أغنية جميلة جدا وأغنية أكثر من رائعة وأتمنى توفيه للمنتخب المغربي خصوصا إنه في مجموعة قوية يكفي إنه معها البرتغال وأسبانيا وذكرياتنا المغرب مع البرتغال ذكريات جميلة المنتخب المغربي أعطاك التقابل أبلي كده في كاس الحالة مع المنتخب البرتغالي المنتخب المغربي بوس عايز بس أروح لي منذ قليل يعني تصريح لمستر جروس المدير الفني السابق لأهل جدة واللي كان من المفترض أنه يضرب نادي زمالك قال أتيته للقاهرة مرتين للتفاوض مع مسؤولي نادي زمالك لرغبتي تولي الإدارة الفلنية لنادي بحجم نادي زمالك وهو من أهم وأشهر أنديت الشرق الأوسط وأفريقيا طلقيت بعض التحذيرات من بعض الأشخاص المقربين بسبب كثرة تغيير المدربين من قبل الإدارة ولكني قبلته التحدي تم الاتفاق على كل شيء والتفاصيل النهائية وعند توقيع العقود وكدت كل شيء قد تغير حينها اتخذت قرارا بصرف النظر عن التعاقد علمت بتولي خالج جلال المسؤولية الفنية الفريق وأتمنى له التوفيق فيما هو قادم ومن جانبي أغلقت صفحة تدريب الزمالك تماما أشهر جمهور الزمالك على دعمي الذي دشن هاشتاج يطالب الإدارة بالتعاقد معي من رغم أنه لم تربطني به علاقة من قبل ده كلام مستر جروس زي ما قلت لكم إسماعيل يوسف أحمد مرتضى راحوا الجونة اتفقوا معاه على تولي الإدارة الفنية مع أربعة مساعدين أجانب بدون وجود مدير كورة بدون وجود مدرب حراس مرمى بدون وجود طبعا مدرب عام أو بدون وجود خالج جلال هو وأربعة معاه اتفقوا على الأمور المالية وأيضا اتفقوا على كل هذا كلام عندما جلس مع مرتضى منصور وجد أن كل كلام اللي اتفق مع إسماعيل يوسف وحمد مرتضى مخالف تماما عشان كده ما مضاش العقد وسافر بدون أنه يمدي التعاقد من الواضح أن رغبة رئيس الزمالك في الإبقاء على بعض يعني على أي منحافظ أو الإبقاء على خالج جلال أو على وطبعا الجهاز الفني بالكامل هو جهاز مصري وأكيد هيكون الأفضل هو بقاء خالج جلال وبقاء الجهاز الفني لأن في حالة الموافقة على شروط جروس سيرحل الجميع ويأتي جروس بمعاوني وبالتالي سيكون معاون مصري وحيد بقى يكون أمير عزمي مجاهد وكده ده دي الحقيقة في الموضوع عندك معلومات لأن انت كنت قلتلي قبل كده وبرضو والناس قلتلي ده هو رغبته الأولى الكاميرون والغد دلوقتي قلتلي الجمعة دلوقتي داخلين بعد الجمعة داخلين على عشر تيام والكاميرون لم تعلن عن مديرها الفني عايز أقول لحضرتك عايز أأكد بس حكي الزمالك كان فيه ناية من البداية انتعاقد مع جروس من البداية خلص الاسم الوحيد اللي اتطرح والاسم الوحيد اللي وصل مصر وصل الجونة واتقابل مع كابتن اسماعيل يوسف ومع أحمد مرتدة منصور وكان فيه ناية من نادي الزمالك ان هو يكون موجود لكن جروس ان هو موضوع ان هو يفكر اي مدرب ما عندهوش عقد بيكون بيدور على العقد بأي طريقة وان هو بيكون نفسه يشتغل ويرجع للساحة مرة أخرى نادي الزمالك مهما الظروف اللي بيمر فيها واي مشاكل بيمر فيها برضو فريق أكبر فرقة في أفريقيا ويكفي ان هو يتكتب في السيفية عنده ان هو ضرب نادي الزمالك في أفريقيا هو جروس كان بلعب يعني بلعب على نادي الزمالك وبيلعب على منتخب الكاميرون من الآخر من الآخر من الآخر واحنا طرحنا الموضوع ده أول ناس هنا ويوم قلت بحضرتك وطرحناه وكلمنا فيه وبعد كده الناس بدأت تنشره ان منتخب الكاميرون بيفوضوا ولغاية دلوقتي اسمه موجود على قايمة تدريب منتخب الكاميرون وهو بيتمنى ولغاية يوم الخميس كان فيه كلام جامد جدا بيتكلم عن الاتحاد الكاميروني عن طريق الخميس اللي فات ده او يا خميس اللي فات دوت كلام اكيد وعايز اقول لحدك على حاجة يعني ممكن يكون الكلام اللي تقال ده يعني ما اعتقدش ان التصريحات دي تطلع من جروس التصريحات دي ممكن تكون طالع من وكيل جروس هو واحد بعتالي ايو لا ما التصريحات دي اتنشرت فعلا اتنشرت في احد المعوقع بس انا لو اكد لحضرتك ان جروس يعني الامور اللي هنا كلها اللي بتحصل يعني الكلام اللي متقال ده متقال من واحد قاعد في مصر مش متقال من حد يعني واحد فاهم وكيل جروس الاجواء وكيل جروس وبيلعب على المشاعر يعني اكيد اكيد وكيل جروس عمر جروس ما يكون تفكيره يوصل للكلام ده او يكون يعرف الامور الداخلية اللي بتدور كلها في مصر بالشكل ده حتى لو الوكيل بتاعه بيوصل له كل الاخبار اللي بتحصل عمره ما يكون ده رده على اجاباته اي حد يعني لو زكشو هيفهم معنى الكلام اللي احنا بنتكلم فيه جروس لغاية دلوقتي بيحلم ان هو يدرب منتخب الكاميرا وبيتمنى تدريب منتخب الكاميرا اي بس هو دلوقتي انا مش عارف ليه ما مضوش وبعد كده في النهاية كان قيل ان اربع تيامه هيرجع وهيرجع بالاربع المعاونين بتوعه اللي عايز اكده لحضراتك ان يعني من البداية زي ما قلت لحضراتك ان هو يجي مصر واكيد نادي زمالك اللي بعت له الدعوة ان هو يجي الجونة والصور تلعت في المقابلة الاولانية والزمالك اللي عنده نيه ان هو يوقع مع جروس بس الصور ما تلعتش في المقابلة انا عايز اسأل سؤالة جماعة اه يعني انا مشوفتش ولا صورة لجروس في المرة التانية ساعتها قاله جاي فجر الجمعة وتقال بعديها انه بقاله يومين جاي ومحدش يعرف خصوصا اساسا لو جي في المطار هيتصور مع اي حد في المطار في الفندق في الشارع في اي مكان فالغريبة ان محدش قال ابدا ما شوفتلوش صورة في المرة التانية ودي حاجة غريبة برضو ولا انا غلطان اكيد كانو حدك سا ام يعني انت انت معلش محترامي انت بتقول لي لغات يوم الخميس كان قاعد مع ناس كان لغات يوم الخميس كان مع الشركة بتاعته وهو كان قاعد معاهم فين؟ كانوا برا مصر انت بتحذر اذا كان يوم الخميس دا كان موجود في مصر الكلام اللي برو حدك كان يوم الخميس اللي فات كانوا برا مصر وكانوا بخصوص المفاوضات مع منتخب الكاميروني تتكلم داد والله والله العظيم اذا برو حدك كده هو بيحلم معلش قص انت الكلام تقوله دا خطيرة انت دوقتي مفروض ان هو كان جاي فجر الجمعة بالزبط اتقال ان هو بقاله يومين ومخبيينه صح؟ ما اعتقدش ان هو يكون فيه شخص موجود في مصر ويستخدمه يعني هو جاي جمعة ومشي السبت ما عرفش بقى التاريخ بزبط بس الخميس كان برا مصر كان برا مصر صباحا الشركة اللي بتتفاوضله مع منتخب الكاميرون كان قاعد معاهم وهو بيحلم وكان بيخلص انه هو ويحلم ان هو يدارى منتخب الكاميرون في دي اكتر من سيفي قوي جدا موجود ومطروح لكن هو منتخب الكاميرون بيبص لللي واخد بطولات في الفترة الاخيرة بقى يعني فيه مداربين كتير في افريقيا اسماءهم مطروحة لكن منتخب الكاميرون بيبص للمداربين اللي واخدين بطولات في الفترات الاخيرة وجروس يعتبر منهم يعني فيه ناس تانية اتكلمت قالت ان المرشح لمنتخب الكاميرون مش كريستين جروس ده كريستين جروس فرنسي فسوء يوم الحد كان قاعد مع رئيس نادي الزمالك وقيل انه اكله سمك وجنبري ده كلام رئيس نادي الزمالك لكن على ارض الواقع انا مشوفناش اي صور طب السمك وجنبري كان فين في بيت مرتضى منصور رئيس نادي مستشار مرتضى منصور ولا كان في مطعم مثلا لو في مطعم هيتشاف واكيد هيتصور يعني اقول لنا غلطان اكيد كابتن بس انا انا بأكده لك ان جروس كان يعني خيار المدرب الوحيد وكان خيار مجلس ادارة نادي الزمالك الاول جروس لكن بالنسبة لجروس كان خيار جروس وانتخب الكاميرون كان خياره هو الاول مش نادي الزمالك تمام هنبدأ بنتكلم عندنا مباريات يعني في دوري الابطال هنبدأ نتكلم على مجموعة الاهلي كان فيه لقاء مهم جدا تاونشيب رولز البتسواني بلاعب كان فلا سيتي لا يلعب الاهلي الثلاثة جاي بالزبط اللقاء كان في بوتسوانا طبعا نيكولا كازوفيتش بيثبت انه هو مدرب كبير بيلعب اللقاء على ارضه وبيلعب فرقة كيمبالا كان اللقاء ده شفنا فيه كرة سريعة لعبت من فرقة تاونشيب رولز بيلعبه كرات قصيرة والمهاجمين بيرجعوا للخلف وخط الوسط بيتقدم ولعب خط الوسط هو اللي سجل الهدف هنشوفه طبعا تشي ريلتو سجل الهدف جميل وضيع اكتر من فرصة يعني دي برضه دي احد الهجمات اللي كانت في الخطرة لفرقة تاونشيب قدر يخرجها ادفاع كيمبالا سيتي مايك موتيبي برضو مدرب كيمبالا سيتي كيمبالا سيتي لابس اصفر كيمبالا سيتي لابس اصفر بس ملعب مش وحش على فكرة لا مش ملعب مش وحش ده لعب المتقلق طبعا تشي ريلتو لعب عنده 30 سنة من اللعب المتقلقين جدا بيلعب خطه وسطه بيتقدم كتير في الهجوم بيبدل مكانه مع المهاجم الصريح مع المهاجم الصريح في فرقة تاونشيب يعني اشايف ان اللقاء اللي عملوه ده بالنسبة لو ان هما يوصلوا لدور التمانية الاول مرة في دور المجموعات كيمبالا بضعجونا وكمبالا برضو ضيع يعني كيمبالا ضيع يعني اكتر من فرصة لولا طبعا تقلق كوجي سبولا كوجي سبولا دوت حارس فرقة تاونشيب انقص اكتر من فرصة ده مايك موتيبي مدرب كيمبالا ده الهدف لا لا ده مش الهدف دي كانت كرة اميمية لتشيرلتو برضو كان حاول يسجلها دلعب خط الوسطر بقوله حزاك علي اللي بيتقدم لكن قادر دفاع كيمبالا انه يخرجها نفس الكرة اللي احنا شفناها اللي فاتت ديت زيها بالزبط الكرة دي هما بيلعبوها دايما بيلعبوا كرات قصيرة قبل نص الملعب وبعد ما يجوا يعدوا نص الملعب الكرة بتتلعب طويلة في دهر الدفاع ايو بالزبط كرة تلعبت في دهر الدفاع تشيرلتو اللعب اللي عنده تلاتين سنة اتقدم وقدر يسجل الهدف الوحيد طبعا من تمرير جويل اللي ضرب فيها خط الدفاع جويل طبعا كان اللي عنده تلاتة وتلاتين سنة كان بلعب في جنوب افريقيا كان محترف في جنوب افريقيا قبل كده تلات نقاط مهمين جدا في مشوار فرقة تاونتشيب البتسويني وضيع اكتر من فرصة بعد الهدف والصراحة برضو يعني بعد الهدف اللي سجله تاونتشيب فرقة كامبالا سيتي صنعت اكتر من هدف وضيعه اكتر من هدف في اللقاء الاهلي طبعا اللقاء القادم هيلاع فرقة كامبالا في اوغندا طبعا عدد ده نيكولا قدامنا المدارب السلبي اللي بيقادي اداء كبير معاهم واللي قلت قبل كده انه رفض انه ينتقل لكايزر تشيفز الجنوب افريقيا جالوا عروض كتير من فرق في قارة افريقيا وجالوا فرق يعني فرق من جنوب افريقيا وجالوا فرق من زامبيا لكن هو فضل ان هو يكون مع الفريق البتسواني عشان يلعب دول الابطال اي مدارب يلعب دول الابطال بيظهر اكتر بتعرف لكل الدول اكتر لان البتولة بيقى نسب المشاهدة لها اكتر طيب هسألك سؤال بقى فضل دلوقتي التلاتة الجايز ساعة اربعة ماتش الاهلي او كامبالا سيتي والاهلي تمام في اوغندا بالزرور والساعة سابعة نهائي كاس مصر ان شاء الله باني طيب لزا ملك اسموح كامبالا سيتي فرقة الملعب عامل ازاي هل الفرقة دي متخوف الفرقة دي ممكن يكون نتيجتها مصرية لحسام البدري والنادي الاهلي وشكل النادي الاهلي واللعيبة اللي ممكن تمشي وممكن تفضل يعني ماتش جامد ولا وشاف ان هو ماتش عادي يعني انا مبدأي هي كنتيجة مصرية لكابتن حسام البدري او لأ مبدأيا كان فيه تصريح ان هادا لمتحدث الاعلامي للنادي الاهلي قال ان هما مش هتكلموا عن مصير الجهاز الفني الى ما بعد مباراة كنبلة ساتي طبام معنى التصريح دوت معنى كده انها مؤسرة ان هي مباراة مؤسرة جدا لان لو كان قال الجهاز الفني باقي كان الوضع تغير كابتن حسام البدري من المدربين التقال جدا في افريقيا يعني المدربين التقال جدا في افريقيا وعندو خبرات كبيرة في افريقيا الهزيمة من الزمالك الاخيرة والتعادل مع الترجي الاخير اي فريق كبير الاهلي حصد بطولة الدوري اي فريق كبير بيمر كبوات تمام بس الماتش بقى ايه الماتش فرقة كنبلة ساتي الاهلي قادر طبعا ان هو يغلبها على ارضها فرقة عندها بعض اللعابة المميزة ديريك نيسانبي المهاجم منتخب اوغندا موجود معهم عندهم لعب شعبان برضو مهاجم من المهاجمين المميزين مايك موتيبي المدرب مدرب عنده خبرات وطلع المصري قبل كده وعنده خبرات وهو المدرب ذات نفسه عنده خبرات وهم عندهم لعيبة شغيرة في السن ولعيبة كبيرة في السن اللعيبة الخبرات اللي عندهم اللي هي في منتخب اوغندا شعبان في منتخب اوغندا ديريك نيسانبي في منتخب اوغندا الاتنين مهاجمين سراح وبيلعبوا كرة هجومية وبيقدروا يسجلوا في ارضهم شفناهم قبل يعني خلال مشوارهم في البطولة الافريقية اللعيبين دول بالذات بيتقلقوا في البطولة وبيسجلوا بس انا يعني من وجهة نظري الاهلي قادر ان هو يعني بشهولة جدا اه الاهلي قادر الملعب حلو لا لا ملعب اه ما جبتوا صور الملعب بس الملعب كويس يعني تمام لعب عليه المصري سنة اللي فت بس كان اتغلب احطاقة المصري المصري اتغلب تقريبا بدربات الجزاء واحد تقريبا كان كسب اتغلب واحد كسب واحد ولاعبوا ضربات الجزاء تقريبا فكروا لي بعد الفاصل نطلع الفاصل بس ونرجع نكمل حوارنا مع اه طبعا مهرجينينا والقرى الافريقية مازال لدينا اكتر من 15 لقاء في دوري الابطال والكونفدراليني يلا بينا طيب ايما نعطف صديقنا من اسماعيلية بيقول لي المباراة لان تقام على ملعب الفريق هتقام على ملعب مندلة الوطني اللي المنتخب لعب عليه عايز اقول لك ملعب وحش اساسا هو كان الملعب نفاكر ماتش الغلبنا فيه ده واحد بالزبط اه كانت قاردة الملعب سيئة في الفترة دي فعلا بس غالبا دلوقتي درجة الحرارة بتقام مرتفعة في افريقيا الفترة اللي احنا لعبنا فيها كان تقام فيها شكل ده هتبقى فعلا رطوبة درجة الحرارة وبعد كالاهلي كمان بيعاني ده الاهلي اه اجايه مش موجود وليد اذره مش موجود طبعا عبدالله سعيد مش موجود من بدري اللقاة كبيرة يعني انا اعتقد ان اهلي بسهولة هيقدر يخلص اللقاة زي ده خوصا الاتعادل الاول للنادي الاهلي في اللقاة الاول هيخليه عنده عايز يكسب اللقاة زي ده وهزيمة كمبالة هتخليه لعب جيم مفتوح لان هو بيلعب اللقاة على ارضه ويبقى عايز يحق اه تلات نقطة تمام نروح للمطش هنتكلم بقى للمجموعة التانية اللي فيها مازنبي وفاكستيف دفاع وملودية مجموعة صعبة جدا هنتكلم على اول لقاء لقاء فرقة مازنبي وفرقة وفاكستيف مازنبي مداربه طبعا مدارب مهيو ووفاكستيف بداربها مليك زركان ده الهدف الاول لفرقة مازنبي سجله مالونجو المتقلق طبعا بس بيقولك الحكام تزبطه مين الحكام اللي بالدين تلات ضربات جزاء تلات ضربات جزاء فيهم ضرب الجزاء ضعت ده الهدف الاول في الديئة التاسعة كان ضغط على طول من بداية اللقاء من مازنبي وملونجو سجل الهدف الاول يعني الهدف دوت اللي صنع الهدف دوت لعب من اللعب الصعادين جدا مميزين في كرة القدم الكنغولية لكنزة لكنزة دوت لعب عنده ساعتشهر سنة يعني صعد بكوة جدا بيلعف منتخب الكنغو تحت سنين سنة مين مداربه مهيو ده بوطني مدارب وطني وهو مساعد في لورا أبيانجا في منتخب الكنغو الديموقراطية وكان مساعد باتريس كارتيروت قادر بقى بعد الهدف الاول على طول فرقة وفاق ستيف يعني تتعادل على طول عن طريق شمس الدين طبعا رأسية شمس الدين قادر يسجلها في الحارس جابوه طبعا دفاع فرقة مازنبي ما تحركش في الكرة دي هم اتفاجئوا بالهدف دوت في مرماهم الهدف في الديئة 11 على طول بعد هدفين بعد دقتين من الهدف الاول اللقاء كزي ما قلنا كان بدأ بضغط من فرقة مازنبي ومسيطرين على اللقاء دربة ركنالس الوفاق ستيف قادروا يسجلوا هدف التعادل تفاجئ فرقة مازنبي مازنبي حاولي عدل النتيجة واضغط على فرقة وفاق ستيف جاتلوا ضرب الجزاء في الديئة 22 مالونجو مرة تانية بيسجل الهدف التاني من ضرب الجزاء مالونجو من اللعبة المميزين جدا حاكم ده من متغاشكر اسمه حامدة تقريبا تقريبا حسب ثلاث ضربات جزاء على وفاق ستيف الله وعلا بقى صحتها من عدم صحتها يعني بس ثلاثة كتير بصراحة اه طبعا طبعا وبعد كده ده الهدف التالت بقى إليا متشاك الشوت التاني طبعا برضو مازنبي ينزل يهاجم في الشوت التاني إليا متشاك قادر يسجل الهدف التالت في الديئة 63 من كرة ركنية مفيش اي ركابة دفاعية من دفاعات وفاق ستيف حتى لو كان فيه ظلم تحكمي لفرقة وفاق ستيف في اللقاء ده لكن فرقة وفاق ستيف مقدتش الأداء المطلوب منها بكودة المدرب اه بس نتيجة تقيلة جدا طبعا الديئة 81 بقى سنكالة طبعا اللعب الزنبي طبعا كان بلعب في السوشل فرنسي وفي جراس هوبر السويسري قبل كده من اللابة المميزة برضو لسه يعني راجع مازنبي بعد ما كان في رحلة احتراف في السويسرا في الديئة 81 قدر يسجل الهدف الرابع لفرقة مازنبي لاتلاقي قلابة اللي جابو لأ هو فرقت مازنبي عمي حم Marco كانوا يبقى خمسة واحد كانت يبقى خمسة واحد طبعا ضربة الجزاء ده طبعا وفاق استيف يتحمل نتيجة اللقاء ده اخطاق دفاعية حصلت من الفريق انخفاض معدل اللي اكل بدناي بشكل كبير من فرقة فاق استيف مازمبي متحكم على اللقاء من اوله و الاخره بيعمل كل حاجة عايزة في الكورة المهارات الفردية من فرقة مازمبي مهارات عالية جدا مالونجو اللي احنا نتكلم عليه ده كلمنا عليه اكتر من مرة بقول رح لك ده سامتة التاني يعني يمكن افضل كمان من سامتة خلي بعد البطولة دي ما اعتقدش ان هو هيكمل فرقة مازمبي هيتطلع بره فرقة مازمبي من اللعبة المميزة جدا طيب ده المطش الاولاني ده المطش الاولاني اه هنتكلم بقى معنا مطش تاني في المجموعة وكان من افضل مباريات المجموعة كلها مولودية الجزائر بتلاعب الدفاع الحسن الجديدي المغربي اللقاء انتهى بالتعادل واحد واحد مطلوب منها بالزبط اه زيدان احتكى مع حميدة حداد اللقاء بدأ 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 من فرقة المولودية على ارض المولودية في الجزائر ده اخت طبعا من المولودية في بدأة اللقاء بعد كده فرقة الدفاع الحسن الجديدي بتعمل هجمات مرتدة بشكل مميز جدا وقدروا انهم يعملوا اكتر من هجمة مرتدة الدفاع الحسن اللي هو مين الازرق الازرق والمودودية الجزائر اللي هو اخضر فاهمة ده حميدة حداد طبعا مهاجم الدفاع الحسن الجديدي من المهاجمين المميزين جدا اذا ده بيلعب الشرطة ده ولا ايه اه طبعا ده بيلعب بمنطلون تحتية اه اه طبعا دي كانت هجمة برضو عالفرقة حصل بقى ارتباك في فرقة الدفاع الحسن الجديدي وفرقة مولودية على ارضها قادر تضيع اكتر من هجمة في اللقاء ايه شوالي ضيع الهجمة ديت لفريق المولودية بعد كده بقى كانت اللقاء كله هجمات متبادلة يعني بدأ اللقاء زي ما قولنا بدغط من فرقة المولودية وبعد كده هجمات مرتدة من الدفاع الحسن الجديدي بعد كده اللقاء اتحول الهجمات مرتدة بين الفرقتين كان لقاء ممتع جداً بين الفرقتين خصوصاً بقى برضو في الشوت التاني أما بدأ دي حالة الطرد بقى اللي حصلت دي احتكاك زيدان مع حميدة حداد احتكاك قوي جداً يعني ينهر بياض اه يعني اه احتكاك طبعاً مع حميدة حداد احتكاك قوي جداً بس استحق الطرد اه فعلاً استحق الطرد زيدان في الكرة ديت انا شايف بقى ان بعد الطرد زاد حماس فرقة الملودية بشكل كبير يعني يعني بعد الطرد قدر فرقة الدفاع الحسن الجديدي ان هو يسجل هدف في فريق الملودية لكن بعد فريق الدفاع الحسن الجديدي يسجل هدف ده خطأ بقى ده الهدف الاول ده بقى خطأ من اه حارس طلع ليه اساساً اه طبعاً ده ايوب العزي مدفع بيحاول يرجع الكرة لشوشي شوشي ساب مكان شوشي ده يعني رابح ماشر قالك ده احسن حارس في افريقيا اه صلع ليه انه اساساً ساب مكانه شوشي حارس غريبة جداً ده خطأ كارسي بسرح وحميدة حداد ده المتقلق بقى طبعاً سجل الهدف الاول طبعاً رغم الطرد ورغم الهدف الاول فرقة الدمولودية اداءها تغير حماس زاد جداً عند اللعبة قادروا يسجله طبعاً الحارس طبعاً بيشيل الليلة في الكرة دي طبعاً بالزبط طبعاً برضو غريبة دي اه اه الكوناني طبعاً حارس الكوناني طبعاً الكرة دي قادر يسجلها الكاروي هو اللي قادر يسجل الهدف ده في ديئة 82 بعد خمس دقائق من من هدف الدفاع الحسن الجديدي زي ان بقوله حضرتك يعني كله بعد الطرد ده قال ان الدفاع خصوصاً فرقة الدفاع الحسن الجديدي كان بتقدر تهجم على فرقة المولودية في اللقاء ده كله قال بعد الطرد ان فريق الدفاع الحسن الجديدي هيقدر يزود الهدف لو على ارضه. على اقل ما خلاش الدفاع ياخد ثلاث نقطة. بالزبط. وهو كل فريق خد نقطة. بالزبط نقطة مهمة جدا على ارضه. هو المجموع المجموعة دي طبعا بيحتل صدارتها مزيمبي طبعا. في الصدارة وستيف طبعا خاصة من مزيمبي معنده شوالة نقطة. المركز التاني والتالت الدفاع والملودية بكل منهما عنده نقطة. تسعد ومع فرقة من الثلاث فرق العربية. مزيمبي يعني من الفرقة المرشحة للبطولة دي برضه يعني بعد ما شفنا اللقاءات في البداية طبعا الاهل المصري النادي الاهلي طبعا يظل هو من المرشحين للبطولة مع الوداد مع سانداونز مع مزيمبي. اه بالزبط اه. اه يعني في اربع فرقة. ترجي فرقة مش قوية. الترجي يعني اعتقد. مش مخيفة يعني. فرقة يعني مش مخيفة اه الترجي فرقة. محمد اعتقد محمد منصر اسمه. محمد علي منصر. محمد علي منصر كم بلعفت حد سكندري. كم بلعفت حد سكندري بالزبط. ولم يتأقلم ومشي. بالزبط. بلعف اساسي في الترجي بالزبط. تمام نروح لله. هنروح بعد كده طبعا يعني هنتكلم بقى على مجموعة تانية اللي هي مجموعة حرية وحرية الغدي والوداد المغربي سانداونز الجنوب افريكي وتوجوبورت التوجولي. هنتكلم على اول لقاء معنا كان لقاء توجوبورت وحرية. كولاكري الغيني. بالزبط. اللقاء دوت طبعا. ده كان في المطش؟ اللقاء ده كان في توجو. حرية كسب ها؟ لا الحرية قادرت تكسب اتنين واحد. ده الهدف الاول لفرقة حرية طبعا سجله داودا كامارا قادر يسجل الهدف الاول. بسفرقة كويسة حرية ها؟ فرقة كويسة جدا حرية بيصرفوا فلوس عندهم رجل اعمال سواري بابي سواري رئيس النادي يعني بقدروا يصرفوا فلوس عندهم مدرب فرنسي فيكتور كان بيدرب نيمز الفرنسي قبل كده. وبابي سواري؟ سواري بابي سواري اه. عندناك جاتو سواري برضو لو انت عايز. قادروا بابي سوفيان سواري. ده الهدف طبعا زي ما احنا شايفين ده الهدف في الديئة التسعة اللي معاك كورة ده اودارجو باسيرو اللعب البوركيني عمل الكورة لداودا كامارا اللعب الغيني قادر يسجل الهدف الاول لفرقة حرية في الديئة التسعة. بعد كده اللقاء بقى كان فيها هجمات متبادلة. قادر في الشوت التاني فريق توجو بورت ان هو يعادل النتيجة عن طريق رأسية برهانة. برهانة دوت عنده ستة وعشرين سنة وده مدافع فريق توجو وكابتن فريق وبيلعب في منتخب توجو لعب دولي من اللعب المميزين جدا. عايز اقول له حضرتك بقى ان اللي عمله الاوفر ده لعب اسمه حكيم. عنده عشرين سنة ودولي برضو اخر في منتخب توجو. للأسف يعني بعد الهدف ده والهدف ده البس اتقطع من الديئة ستة وسبعين مقدرناش نشوف الهدف. لا والله. البس اتقطع في كل الهدف. يعني جون الفوز مجاش لحرية كناك. بالضبط. عايز اقول له حضرتك بقى ان الحارس مرمى اللي ده هو دخل في الهدف ده نضايه. اللي دخل في الهدف ده اللي هو واقف قدامنا على الشاشة دوت. اه. ده كان محترف في السويد ودوت الحارس ده خاد مع منتخب السنغال اكتر من اللقاء في تصفيات كاس العلم. السنغال. اه حارس منتخب السنغال. هاي لعب معه في كاس العلم؟ لا هو ما خدهوش في اخر مطشين دوليين ما خدهوش. لك خلال التصفيات كلها كان موجود معه في تصفيات. مش مقوله مش هيتاخب من الثلاث حراس بتوع كاس العلم؟ للاسف. كان محترف في السويد ورجع على فرقة حرية. تمام نروح. هنتكلم بعد كده بقى عن اللقاء المهم جدا كان لقاء ساند داونز وبيلاع فرقة الوداد اللقاء كان في جنوب افريقيا. اللقاء بدأ اللقاء سريع جدا هدف عكسي في ماء يعني قدر يسجله ساند داونز بسبب خطأ من بدر طبعا المدافع الوداد هدف جيف مرمى. كان فيه اعتراضات ان الهدف ما يتحسبش في البداية لكن الهدف كان صحيح الهدف كان في الديئة التانية من بداية اللقاء وحسبه الحكم. طبعا يعني. هو المرضاش يحسبه. اه وبعدين الهدف اتحسب لكن هو كان فعلا هدف صحيح لصالح فرقة ساند داونز. طبعا اللقاء داوت كان فيه ابطال الكارة في اخر سنتين بيلعبوا بعض الوداد وساند داونز. اخر سنتين هم ابطال كارة افريقيا ومن الفرقة المميزة جدا. يعني هو ساند داونز جاب جون ما كانش خايفينه. اه. تقدم ساند داونز واحد سفر. تقدم ساند داونز في الديئة التانية من بداية اللقاء. اه. يعني اه دي بقى بانت قوة التراجل. كانوا لغينه ليه في الاول. هو بص الهدف صحيح 100%. الكرة جت الكرة ان هي تلعت برق او كده يعني. الكرة جت في ايد لعب البدر لعب فريق الوداد المغربي ودخلت في مرمى. مجونة. اه. بعد الهدف بقى دا. ظهرت دا قوة الوداد وشخصية الوداد وخبرة فوزي البنزرتي. فريق الوداد رغم الهدف دا. وان هو بلعف الجنوب افريقيا فضل يهاجم على فرقة ساند داونز وعمل مطش كبير جدا. وضيع اكتر من فرصة. تقلق بقى ونجم. ونجم يعني كان احد نجوم اللقاء وضيع وصنع الهدف وضيع اكتر من فرصة. تقلق النهاري. تقلق حداد. التغزوي بيثبت ان هو لعب كبير جدا. دا الهدف ونجم عمل الكرة. طبعا مدافع فرقة ساند داونز. فق. اسماعيل الحداد هو اللي سجل الهدف. طبعا هنشوف تاني عادة الهدف. المدافع اللي كان مع اسماعيل الحداد ما تحركش في الكرة. الظاهر كده حاكم الرؤية رفع الكرة ان هي تلعت بره. لكن هي الكرة ما طلعتش بره. فالمدافع ما تحركش. لكن قدر سعيد اسماعيل الحداد ان هو يستفيد من الكرة ونجم عملها له. دا ما طلعتش. ما طلعتش هي ما طلعتش. لكن المدافع هو اللي ما تحركش. قدر اسماعيل الحداد يسجل الهدف التعادل. في مرمى أن يانجو حارس منتخب أغندا بعد الهدف ده برضو زي بقوله حدك ظهرت قوة الوداد الوداد هو اللي مسيطر ونجم قدامنا تقلق بشكل كبير ضيعه أكتر من فرصة فهي رحل منتخب ونجم؟ أعتقد بعد الأداة اللي قدمه ده المفروض يروح لكن مشكلة المنتخب المغربي أنه عنده نجوم كتير يعني عنده نجوم كتير بعد الهدف دوت بعد الهدف التعادل قدر الوداد ضيع أكتر من فرصة نقاش طبعا انفراض كان سهل جدا أنه هو يسجل هدف لكن ضيع الكرة كله قال بعد هدف التعادل دوت أن فرق السندوز بترعب على الأرضها ومن الطبيعي أنه هي اللي تضغط على فريق الوداد على الأرضها لكن العكس اللي حصل تغزوي بيهاجم وبيضيع وبيسدد أكتر من كرة على المرمى وضيع أكتر من هدف كل عبت اللي يعني عزوه لك كل ما شوف مطش السندوز برة أعود أتحصر على مطش الزمالك 3-0 ده بالزبط يعني كل الفرق عملت نتائج رائعة مع السندوز هناك كل عزو مالك يعني شايفين تغزوي ضيع أكتر من الفرصة لو احنا شايفين كل الهجمات اللي معانا على اللقاء سيطرة كاملة سيطرة كاملة من فريق الوداد يعني حتى نهاية الشوت الأول ده بقى الشوت التاني سيرينو بدأ الشوت التاني سيرينو ده اللعب من الأرجوي هاجمة كده خطأ من دفاع الوداد الحمد لله أنا ما سجلتش يعني في مرمى الوداد وده كان هدف تسلل ونجم سجله بما انت حسبش الهدف ده كان هدف تسلل على ونجم لعب فريق الوداد المغربي طبعا زي ما قلت علىك ونجم كان نجم اللقاء فوزي البنزارتي كان قاري فرقة سندوونز بشكل كبير واقافل عليهم الملعب سندوونز نتيجة رائعة للوداد نتيجة رائعة للوداد بشكل كبير فوزي البنزارتي مدرب يعني سأخذ لك حاجة بقى سندوونز من الفرق اللي بتلعب بره احسن من جوه بتلعب بره بالضبط بتلعب بره ارضها وبتسجل بره ارضها وبتقدر اه وبتقدر بعد بتقدر تكسب بره ارضها زي ما قلت على حضرتك فوزي البنزارتي كان قاري سندوونز بشكل كبير سندوونز ليهم طريقة لعبة معينة وتكتك معين كان قفل عليهم فوزي البنزارتي في اللقاء دوت نروح لزيسكو الزامبي اه هنروح بعد كده بقى زيسكو الزامبي بيلعب سوالز السويزلاندي تمام زيسكو بقى عايز اقول لحدك حاجة مدرب زيسكو حاليا لواندياما لواندياما ده اللي اتكلمنا عليه كان مدرب منتخب زامبيا السابق وكان بيدرب يانجا افريكانز لغاية لقاءهم ضد واليت تاديشا طرق يانجا افريكانز وراح لزيسكو فريق القديم اللي هو كان بيدربه تمام قبل كده طبعا بيلعب سوالز بيدربهم مدرب محلي اسمه فالكاتي زيسكو في زامبيا او يعني فريق سوازيلاندي اتعادل مع زيسكو او اتعادل معهم لنديجة سلبية لزيسكو واو اللقاء لواندياما طبعا اللقاء كان على يعني اللقاء بقى كان على ارضهم ضيعوا اكتر من فرصة في بداية اللقاء السيطرة من فريق زيسكو زيسكو ده زي ما قلنا قبل كده يعني فريق شركة الكهرباء في زامبيا معهم ثلوس ويعني عندهم لعبة مميزة اه جدا يعني قادروا في يعني الشروط الاول كله كانت سيطرة منهم وفرقة سوازيلاندية كانت بتلعب على مرتدات فقط على فريق زيسكو لغاية يعني دي شايفين دي احد الهجامات المرتدة اللي كانت فرقة سواز بيلعب عليها طول الشروط الاول سيطرة من زيسكو يونايتد ومرتدات فقط من فرقة سواز الشروط التاني بقى بداية الشروط التاني هدف في الدقيقة 65 من رأسية اوينو اوينو دوت مهاجم منتخب كنيا عنده تلاتين سنة طبعا كانت العرضية من عرضية اللعب جون اللعب الزامبي هدف التعادل بقى ردس يعني في ديقة تمانين من عرضية توني عمل العرضية وشونجي هو اللي سجل الهدف مرمى الحارس باندل حارس الزامبي توني اللي عمل العرضية دوت كان بيلعب في جنوب أفريكا كان لعب محترف قبل كده في جنوب أفريكا انتهى اللي كؤ دوت بالتعادل واحد واحد بكل سوازيلاندي تقريبا تابع جنوب أفريكا قولوهم بيتسوانا وسوازيلاند حتى بنشوف اللعب كتير محترفين في جنوب أفريكا بالزبط هنتكلم بعد كده بعد ما اتكلمنا يعني على اخر اللقاء معنا بقى في دور كان ايام ما كنا بنلعب في الزامريكا كان في فرق بتلعب وبتطلع جزيرة رينيون رينيون جزيرة اسمها جزيرة رينيون دي مستعمرة فرنسية موجودة في أفريكا وجنب جوانسبرج وكده بعيدة جدا لعبنا الزمالك لعبنا معها مرتين حتى يعني في فرق وكان بابان بابان نجمل فرنسي لعب جزيرة رينيون بابان بابان نجمل فرنسي راس حربة فرنسا بس ده حسام حسن تسمع لإسمه بابان لكن لكن قصدي اختفت جزيرة دي يعني فرقها اختفت يعني عمتا أفريكا معظم الدول اللي هي النمية اقتصاديا والدول اللي معها فلوس والفريق اللي معها فلوس هي الفرق اللي بتزهر كده لكن السنة دي قبل مرة مسلا نشوف فريق من سويزلاندا موجود فريق من بوتسوانا موجود لينون دي اللي انا روحتها يعني اه يعني حاجة قمة في الجمال جبال كلها خضرة اه اه مستعمرة فرنسية الفرنسيين متجاوزين من افارقا فمخلفين اطفال صمر بعيون خضر اه والله العظيم اش مهتمين بالكورة لا انا بقولك يعني مستعمرة رائعة عاملة زي هواي كده حاجة كان وروحنا احنا فريد زمالك رحنا مرتين هناك عائبنا هناك في الجزيرة الزمالك غلبهم انا على بعد 11 ساعة بالطيارة 11 ساعة من اين من الكاهرة اه ركبنا 11 ساعة رحنا تقريبا بلد اوروبا ومن اوروبا ركبنا رحنا فرنسا ومن فرنسا ركبنا 11 ساعة للجزيرة دي هنتكلم بعد كده كان معنا لقاء برمير اوغاستو الانجولي بيلعب فريق النجم التونسي طبعا مانو جلوفيتش مدرب السيرفي هو مدرب اوغاستو الانجولي وطبعا مدوي طبعا خير الدين مدوي هو مدرب النجم اوغاستو طبعا بيلعب اللقاء على ارضو بدأ هو بيهاجم من الشوت الاول النجم انا شايف ان النجم عامل يا اجون او او ده الهدف في الديئة بوكمبا طبعا سجله في مرمى كارير الحارس النجم في الديئة 43 طبعا بوكمبا بقى بوكمبا بقى اللي سجل الهدف ده من الكونغو الديموقراطية لعبة الكونغو الديموقراطية كلهم بيروح انجولا لان الانجولا بيدفع فاي فلوس جمدة جدا بوكم يعني في عقود توصل 200 الف دولار 300 الف دولار لعبة دولية في منتخب الكونغو اسامة نجم فيتا وما زنبي كان محترف في انجولا فلافيو بقى وجل بيرت وكده بالزبط طبعا ايه ده ده اه هاجمة خطأ اخطاء كانت مندفع النجم بدأ اتسر محطاش ليه على طول ده اه يعني اتأخر لكن كارير قدر ينقذ الكورة كارير طبعا انقذ اكتر من فرصة الشوت التاني النجم بدأ يوصل وقدر يسجل هدف التعادر عمار الجمل طبعا عرضية حمزة الاحمر هو الا وعمار الجمل قائد الفريق طبعا قدر يسجل الهدف طبعا معنزوله عمر مرعي في الشوت التاني عمار نزل الشوت التاني او عمار نزل الشوت التاني 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 بطولة الكونفدرالية أسك أبتجان بيلعب أدونا ستار أسك أبتجان بيدربها أماني يو ده مدرب السابق لفريق تاندا تاندا ده من أحد الفرق المتميزة جدا في كودي فور تاندا؟ تاندا الإفواري ماشي تاندا الإفواري وفريق أدونا بيدربه طبعا يوسف أبو بكر المدرب الجديد لفريقة أدونا ستار بعد كان فيه مدرب بيدربهم حميده أبو بكر غير يوسف أبو بكر ده اللي حصل معهم على بطولة الدوري في غانا لما كلهم اسمهم أبو بكر طبعا انتهى اللقاء ده بفوز أسك ده فريق غاني بلاب أسك ده فريق كودي فوري أسك أبتجان أسك أبتجان اللي لابس أصفر طبعا والفريق الغاني اللي لابس أزرق اللقاء بدأ بقى يعني على العكس المتوقع مع أن اللقاء في أرض أسك أبتجان بدأ بضغط من فريقة أديونا ستار وضيعت أكتر من فرصة على مرمى فريق أسك أبتجان أسك أبتجان كان في الضغط كان كبير عليه وكان بيحاول يخرج بالكورة بأي شكل من الأشكال خارج منطقة الجزاء وإنه هو يوصل لفرقة أديونا ستار أديونا ستار كانت فرقة من يعني عاملة تنظيم دفاع كويس لكن أسك أبتجان على أرضه بقى في ديئة 39 قدر يسجل هدف مفاجئ أحمد توريه اللعب البوركيني صاحب 30 سنة سجل الهدف في مرمى أدو أدو الحارس الغاني اللي وقف أمام مصر في مبارات مصر وغانا الأخيرة ده حارس محلي اللي جاب الجون فيه شيكابالا وهو بينضم على طول حارس ثالث حتى في منتخب غانا بس هو اللعب اللقاء دوت طبعا اللعب البوركيني اللي سجل الهدف ده عنده 30 سنة أحمد توريه أديونا ستار خرجت فرقة التحدي الليبي يعني قبلت كذا فريق صعب في البتولة الغات ما وصلت أنا شايف أن هي رغم الهزيمة ده فرقة أديونا ستار برضه من الفرقة المميزة لأن اللقاء ده خسرته هي بتلعب أسك أبتجان برضه أرضها عايز أقول حضرتك أن أسك أبتجان فيه سياسة جديدة عاملنا في الفريق إدارة فرنسية جديدة أسك أبتجان خرجت جيل كامل من منتخب كوتيفور دلوقتي بدأوا يهتموا والفترة الأخيرة بداناش نشوف لعبة كتير بتخرج من أسك أبتجان لكن في إدارة فرنسية موجودة جديدة فرقة أسك أبتجان عتبدأ تعمل جيل جديد زي اللي كان اتعامل قبل كده مع جيل منتخب الإفوير كمان هنتكلم بقى بعد كده عن لقاء من اللقاءات المهمة برضه الرجاء المغربي بيلعب فيتا كلوب جاريدو قصاد فلورا أبيانجا المدرب فيتا كلوب اللقاء طبعا يعني أخطاء دفاعية كانت مستمرة من لعبة الرجاء وتسببت في هجمات كتير من فرقة فيتا فرقة فيتا طبعا ده كبيلعبه في الرجاء بيلعبه في المغرب وده يعطي طبعا جاريدو المدير الفني وجاريدو المدير الفني وفلورا أبيانجا هو المدرب فريق مدربين كبار او الاتنين مدربين كبار جدا لكونج بونجمان حارس مرمى عنده 37 سنة حارس كاميروني بس حارس مكتهد جدا ده الحارس الوحيد اللي موجود من الجيل القديم يعني ده يعني هو او اتنين لعيبة كمان ده الجيل القديم اللي وصل لنهائي أفريقيا أمام ستيف قبل كده مع فرقة فيتا كلوب هجمات مرتدة ماكوسو بيثبت ان هو مهاجم خطير واعتقد ان هو في الانتقرات الجاية هيكون طرق الفريق الأخطاء زي ما قلت حتك الأخطاء الدفاعية في فرقة الرجاء أخطاء مستمرة في فرقة الرجاء بشكل كبير شفنا الرجاء ملعب أمام سريع وتزام في الدول المغربي وخسروا 3-1 طريق مصطفى مدير الفني خسروا 3-1 والأخطاء الدفاعية اتكررت بشكل كبير مع الفريق كان في كلام انه هيماشوا جريد الأخطاء الدفاعية ديت اللي كانت بتحصل من الرجاء ديت سببت في كل هجمات فيتا كلوب تقلق لو كونج برضو يعني انتهى اللقاء 0-0 بدون هداف انتهى اللقاء 0-0 على أرض الرجاء ودي نتيجة سنبية اه ونتيجة تعتبر يعني ونتيجة كويسة لصالح فرقة فيتا كلوب ها هنتكلم بعد كده طبعا يعني اللقاء حضر يعني كده دين المصري بورسعيدي المصري بورسعيدي بلعب فريق سونجور موزنبيكي طبعا حضرك كلام تحت على لقاء المبارح المصري قدر يكسب 2-0 اه طبعا المصري هنشوف اللقاء معنا على الشاشة المصري بدأ بدغط يعني من بداية اللقاء وكان فين دفاع هجومي كبير من فريق المصري انكفاش انكماش فريق سونجور الدفاعي خايف من فريق المصري وعارف قوة فريق المصري طبعا المصري بيعتمد على الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء وكرات الطويلة داخل منطقة الجزاء اسلام عيسى محمد حمدي شطة يعني السلاسي دوت بيعمل كرات كتير جدا داخل منطقة الجزاء جريند على الفكرة هو اللي عامل الجنين اه هو رفع الوفر وهو اللي بصت كرة لحمد دمعه والتنين لحمد دمعه اه طبعا جريندو نزل بعد إصابة بنسي اه طبعا للأسف جاله هيغيب لفترة اه اطع في الوطر اكيلس اه من المهاجمين المميزين مشيغي هو خلاص كده مشواره انتهى مع المصري لكن طبعا هيتعالج على حساب المصري لكن مشواره انتهى مع المصري طبعا زي ما يقول لحدك المصري قد اداء كبير وخوف فرقة سونجو من فرقة المصري وكوة المصري في المباريات السابقة والأداء اللي بيقدمه النادي المصري والكوة الهجومية اللي بيقدمها يعني بتخلي فريق المصري ان هو يقدر يتأهل من المجموعة ديت اللي هو معايا برضو في المجموعة ديت فريق نهدة البركان ومعاه فريق الهلال السوداني هنتكلم بعد كده على لقاء تاني معنا في نفس المجموعة كان لقاء نهدة البركان بيلعب فريق الهلال السوداني قدر فريق نهدة البركان ان هو يغلب فريق الهلال السوداني واحد سفر بداية اللقاء ايوب الكعبي دخل بكرة موطقة الجزاء حتى وايوب الكعبي بيقع دخل موطقة الجزاء طبعا عزة الاهلاوي بعيدة لي بيقول لي ازاي مهر جنينة يفوت الأخطاء التحكمية الرهيبة في مباراة الرجاء وفيتا كلاب كان فيه أخطاء تحكمية؟ أنا شايف أنه ما كانتش فيه أخطاء تحكمية اللقاء كان كان لقاء في المغرب يعني كان لقاء في المغرب ما فيش أخطاء تحكمية عايز أقوله حضرات بس لو فيه أخطاء تحكمية رهيبة كان مثلا فريق كسب فريق هو كان فيه أخطاء تحكمية بس مش أخطاء رهيبة كانت لتسلح الفيتا والله كانت فيه أخطاء تحكمية لتسلح الفيتا طبعاً الكرة اللي عدت دي أيوب الكعبي أثبت إنه مهاجم كبير أمرر الكرة للبا كوتجة اللعب التجولي لسحب 26 سنة سجل هدف الكرة اللي شايفانها عدت دي كانت ضيحها أيوب الكعبي أيوب الكعبي هو ده؟ أوه أيوب الكعبي بيفكرني بعاملة زكية يعني يفعزه أيوب الكعبي بيهد أي دفاع يدخل على أي دفاع يهد أي دفاع يفتح دفاعات أي دفاعي هو أساساً كان بدأ بدأ مدافع أوه كان باكلت تقريباً بالزبط كان بيعب في الدرجات الثانية طبعاً تقلق جمعة جينار وحرس مرمى الهلال أنقذهم يعني من عدد كبير من الأهداف من فرقة النهضة البركان طبعاً فرقة الهلال خلال الشوت الأول كان بيعتمد على المرتدات بشة طبعاً ضيع أكتر من فرصة لفرق الهلال كان ماشي اللي جاي المصري مع الهلال المصري مع الهلال في السودان وماشي قوي جداً محمد الطيب برضو يعني أنا شاف أن محمد الطيب من المدربين المميزين جداً يعني وماشي كويس رغم الخسارة ديت لكن هو من المدربين المميزين وماشي كويس مع الفريق عبدالله علي طبعاً حرس مرمى نهضة البركان أنقذ هدفهم برضو من فرقة نهضة الهلال ومن بشة تحديداً اللي ضيع أكتر من فرصة يعني المجموعة دي زي ما اتكلمنا عليها طبعاً في السدارة المصري بثلاثة نقطة ونهضة البركان بثلاثة نقطة والسونجو والهلال ما فيش حد فيهم عنده نقطة هنتكلم بعد كده عن لقاء اتحاد العاصمة عن بقى مجموعة اتحاد العاصمة وجور ماهيا الكيني وراين سبورت الرواندي وينجا أفريكان التنزاني أول لقاء نتكلم عليه لقاء راين سبورت الرواندي بيلعب جور ماهيا الكيني اللقاء كان في رواندا راين سبورت طبعاً بيدربه إفامن ريت المدرب البلجيكي وجور ماهيا بيدربها دالين كير الإنجليزي اللقاء بدأ طبعاً على العكس المتوقع جور ماهيا بيسجل في أرض راين سبور جور ماهيا الكيني بيسجل هذا في أرض راين سبور في الديع العشرة عن طريق كاجيري لعب خبرة عنده 32 سنة دا كان محترف في الدولي الألباني قادم من الدولي الألباني وبعد ما لعب الدولي الألباني لعب بعد كده شوية في رواندا برضو دا هدف التعادل بقى للراين هدف جميل من كرة سبتة طبعاً رون تانجا سجله سجل الهدف الوحيد لفرقة راين سبور رون تانجا دا bullet لعب جاي من الجيش الرواندي الجيش الرواندي دا هو الفريق المنافس لراين سبورت في الدولي الرواندي قدر يسجل الهدف دوت في مرمى الحارس الحارس الدولي الكيني حارس جور ماهيا عايز الكلام حدك على إيفان منريت مدرب بلجيكي لفة أفريقيا دي كلها ضرب عدد كبير جدا من الفرقة في أفريقيا ضرب ديجوليبة المالي وجي لعب بيتروجيت كان بيلعب في الكنفدرالية ضرب جور ماهيا الكيني قبل كده ورجع راينوس بورت من المدربين المميزين جدا إيفان منريت مدرب راينوس بورت هنتكلم على اللقاء الثاني اللي كان معنا في المجموع لقاء التحادي العاصمة بيلعب يونج أفريكنز التنزاني كسب أربعة والغريبة بقى ب SQL جماعة إتحادي عاصمة كسب يونج أفريكنز أربعة وينج أفريكنز اللي اتغلب أربعة من اتحادي العاصمة هو اللي كسب ديتشا اللي هو اتطلع الزمالي كان يم نيلة ابنيلة بصراحة عايز أقوله حضرتك بقى أن يونج أفريكنز بيدربهم بقى نويل مواندلا نويل مواندلا ده المدرب الزنبي الجديد بدل لواندياما شكله مخلص عليهم اه طبعا خلص خسر 4-0 بداية اللقاء طبعا اللقاء كان يعتبر من اتجاه واحد من اتجاه فريق درفيله جا بجوان درفيله بدأ التسجيل في الديئة الستة كيد ما هو درفيله ده على طول بيجي بجوان درفيله بدأ التسجيل في الديئة الستة من رأسية بلعب نال كويس اه عرضية ربيع مفتاح ربيع مفتاح طبعا بيعمل عرضيات جميلة جدا وسجل الهدف مرمى الحارس الكاميروني يوسي حارس ينجا افريكان حارس ينجا افريكان التنزاني حارس بتاعهم كاميروني السيطرة طبعا من اللقاء كلها كانت من فرقة اتحاد العاصمة واضيع الفرص من اتحاد العاصمة درفيله بيثبت ان هو مهاجم قوي قوي جدا يعني كمان الهدف الثاني في الديئة 31 فاروق الشفعي طبعا عرض ايه يعني ركنية تلعبت من اللعب فوزي هايا غياب الدفاع ينجا افريكانز مفيش حد ماسك او مفيش حد ماسك طبعا فاروق الشفعي داخل لوحده منطقة الجزاء سجل الهدف الثاني الهدف الثالث برضو خطأ من الحارس في الديئة 54 مزين عبد الرحمن يعني عدى من الدفاع بشهولة وسدد براحته مفيش ضغط عليه من دفاع ينجا افريكانز سدد من خارج منطقة الجزاء وسجل الهدف في مرمى الحارس يوسي الكاميروني في الديئة 54 درب الجزاء او الهدف بقى الرابع كانت درب الجزاء طبعا بعد يعني زي ما موش بقى الحارس الجزائري قدر يتصدى لراكلة الجزاء ويسجل ايه يعني يسدد راكلة الجزاء اه ويسجلها عشان يسجل الهدف الرابع فوز مستحق لاتحاد العاصمة يعني في الوقت كان سهل نسبيا لفريق الاتحاد العاصمة اتحاد العاصمة الثاني فتت كان وصل قبل النهائي بطولة افريقيا وكان عامل اداء كبير وخرج من فريق الوداد نروح لفين دلوقتك يا معا هنروح بعد ما تكلمنا لاتحاد العاصمة هنتكلم بقى كان فيه بقى انامبا النجيري بيلعب ديجوليبة المالي انامبا طبعا بيدربه اج بوجان اج بوجان بيمسك الفرق يعني هو ماسك فريق انامبا وماسك الفرقات العمرية الزغيرة في منتخبات نجيريا طبعا دا الهدف الاولاني طبعا اولاد انتوي في ديئة لمين؟ لا انامبا قدر يكسى باثنين سفر قدر يغرب فريق ديجوليبة طبعا الهدف جيه الاول في ديئة 48 والهدف التاني في ديئة 80 ديجيمبة سجل الهدف التاني في ديئة 80 طبعا عايز اقول لحضرتك ان ديجوليبة بدربها مدرب باسمه ديارة مدرب مالي كان بدرب منتخب مالي تحت 20 سنة فرق ديجوليبة دي اتظلمت يعني ظلم كبير حصل عندهم مشاكل مادية في السنين الاخيرة ديجوليبة دي كان بدربها ايفان من ريت فرق دي جات مصر اكتر من مرة حتى السنة اللي فاتت جوم مصر وتفاجئوا ان هما استبعاد مالي من المشاركات الكرارية والمصر يساعد على حسابهم والمصر يساعد كانوا مغلوب الماتشي الاولاني 2-0 المصري بالزبط الفرق دي متعودين ان هما يعملوا لعبة صغيرة ويبيعوها برا الفرق دي اللي بيدرها الاتحاد المالي لان الفرق دي وجهتها مشاكل مادية كتيرة والاتحاد المالي هو اللي بيدرها حاليا اخر اللقاء معنا طبعا فريق ويليامز فيل الفواري بلاعب كارا برازافيل بطل برازافيل كونغو برازافيل ويليامز فيل قدر يكسب 1-0 ده الهدف الوحيد طبعا رولاند انداءة جديدة بنسمع اسميها انا اول مرة اسمع فريق الفواري ده اللعبت في فريقه كتير جدا اه لا ويليامز فيل اللي كلامنا عن اللاعب الكده ده فريق اللي هو درقبة بيحتكم فيه على 50% اه لسه ما تم انشأه رايد اه بيحتكم فيه على 50% درقبة ومتعاقد مع فريق نرويجي ومخرج حوالي 6 او 5 لعيبة بالظرق للنرويج للنرويج مخرجهم رولاند ده والت اللي بتكلم حديك عليه شايف حديك اللعيبة كل اللي احنا نتكلم عليها قدامنا دي يعني احنا مشكلتنا في مصر ان احنا عايزين اللاعب جاهز لعب 2 مليون دولار 3 مليون دولار 4 مليون دولار اللاعبة دي هتشوفها في الدوري الجزائري والدوري المغربي بيحبوا النعاب من اللاعبة ديت وبيتقلقوا عندهم رولاند ده عنده 21 سنة من ابرز اللعيبة مع الفريق طبعا عايز اقول حدك ان الفريق وليام سفير بيضربهم مدرب افواري كوفي وبيضربهم مدرب نرويجي تاني معاه بيسافر وبييجي بيكون موجود معاه قرب برازافيه بيضربها اوكياتي مدرب محلي كده احنا اتكلمنا علي كل محطات الكونفيدرالية ودولة الابطال نروح بقى اللعيبة الافارقة او عندنا اخبار طبعا هنبدأ بتلعبها لافارقة بابا رحمن نجم اللعب تشيلسي والمعارق الى شالكة الالماني اللي هو اتصاب مع منتخب غانا خلال بطولة الجابون 2017 ومشاركش مع منتخب امام منتخب المصر قبل البطولة حتى دي لقطات وداعه يعني جايب لقطات لانه عاد من الاصابة بعد فترة تغيير ده اللي لابس احمر دي لقطات بقى بيلعب في الشالكة دي لقطات طبعا بعد اصابته دي لقطاته مع افرام جرانت مدرب اللي كان عحصله ايه كان عجاله ايه اهو كانت سؤر ديت ملعب التدريب هناك في الجابون في الفترة تي اصابة في الكحر التوقف في الكحر بس كانت اصابة كوية جدا غاب من 2017 راجع على غد دلوقتي غاب من الايام البطولة من يناير انت تتكلم جاد؟ او والله لسه راجع بقى له بقى له سنة وشوية او سنة وشوية لسه راجع من الاصابة يعني انا حبيت افكر الناس بس بيه ودي لقطات ليه انا عازة تكل او ده بقى بدأ فرقة دريمز الغاني بدأ بعد ما بدأ من دريمز طب رجع في شالكة هو او رجع في شالكة بس المفروض اعارته تنتهي مع شالكة 36 2018 هيرجع بعد كده ايه لا اعارته غدت 2019 2019 اعارته غدت 2019 او فضله سنة مع شالكة او فضله سنة مع ايه بس ده كان كسر مضاعف ولا ايه ده او كان كسر قوي جدا وصابة كانت قويه جدا وطرق يعني المعسكر عايز اروح ديك ان هو بدأ في دريمز وبعد ما بدأ في دريمز راح لأشانتي كتوكو ومن أشانتي آآ كتوكو كان راح آآ أعارة رجع دريمز تاني ودريمز بيعوا الفورس الألماني فورس الألماني بيعوا لأجوزبورغ أجوزبورج بيعوا لأشيرسي لعب ماتشو ستة واحد ده تقريبا اه آآ آآ لعب ماتشو ستة واحد هنتكلم بعد كده عن لعبة تقلق السنة دي من الأبرز لعبة الأفاركا الساعدة اللي تقلقوا في الدوريات الأوروبية أمودو ديوارة هنشوفه أمامنا على الشاشة أمودو ديوارة نجم نابولي طبعا اه هو أفضل مدافع في العالم بالزبط طبعا يعني من أفضل المدافعين في العالم هو يعني لا مش كاليدو كلوبالي أمودو ديوارة لعب خط الوسط الغيني مش كلوبالي هو كلوبالي هو لا دوت حضرتك أن اللعب ده بالمهرات دي مع نبي كيتا في خط وسط واحد لعبة يعني اللي اتنين مميزين جدا حيفيدو منتخب الغيني يعني أمودو ديوارة أمودو ديوارة بيلعب أساسي في نابولي بيلعب أساسي في نابولي وقدى أداء كبير معاهم أمودو ديوارة بقى رح قاعد معاه عشان يمثل المنتخب الغيني لأنه كان في كلام جامد جدا أنه هو ممكن ما يمثلش المنتخب الغيني جنسيته إيه هو معاك جنسية الغينية بس أن هو يعني بقى له فترة في إيطاليا كان ممكن يحصل على الجنسية الغينية معاك جنسية الغينية الغينية اه مش الغينية الغينية بس هو معاك جنسية الإيطالية ولأنه هو محترف فرقة نابول لأنه هو لعب بقى أول لحدة بدأ من فرقة اسمه سكوينس في غينية وبعد كدت نابل سكوينس لسام مرينو بإيطاليا ما أخدهوش هو موضو ديابي رح قعد معاه واكلم معاه وعمل له فيديو خاص به واعلن هو هيمثل منتخب غنية او هيمثل منتخب غنية منتخب غنية في الفترة الاخيرة كان بيضربوا لابي بنجورة تركوا لابي بنجورة ترك المنتخب الغني وبولبوت اللي هو كان مضرب اتحاد العاصمة ووساب العاصمة رح كينيا وترك كينيا من اجل منتخب الغني هو اللي بيضرب حاليا منتخب غني كان بدرب الإسماعيل العاصمة. دربت احد العاصمة وترك. وكسب الزمالك. بالزبط. مطارب بلجيكي. تمام. عايز اقول لحدك ان هو تنقل من فرقة سكوانس اه يعني دي ورد. من سكوانس لسان مارينو. من سان مارينو لبلونيا. من بلونيا لنابولي ب 11 مليون يورو. عنده 20 سنة. جاي له عروض كبيرة جدا. نابولي طبعا رافض التفريط فيه. هنتكلم بقى عن. ارسن فنجر. اه ارسن. يعني انا كان لعبه الافاركا في اوروبا. وبداية ارسن فنجر كان يعني اخر اللقاء هيلعبه على ملعب الامارات. كانت الارسنال بتلعب في الابيرني. طبعا اتعمله ممر اشارة فيه ارسن فنجر. اه من يعني من من 84 ل87 كان مدرب نانسي. 87 ل95 درب موناكو. من 95 ل96 درب فريق في اليابان. من 96 ل2018 مع فريق ارسنال. ارسن فنجر من النوعية اللعبة اللي بتحب اللعبة الافاركا جدا. هو اللي يعني اكتر من لعب افريكي. شوفناها تقلق في صفوف الارسنال. شوفنا لاورن. اه لاورن الكاميروني تقلق معاه بشكل كبير. ابوية تقلق معاه بشكل كبير. هو اللي صمم من محمد النيني يكون موجود. من ان عايلي بتحب اللعبة الافاركا. النهاردة بس معلومة رسميا اه اه وست برومتش وستوك سيتي نزلوا رسميا. وست برومتش كان عنده امل ضعيف. لكن النهاردة اعتقد اه 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 ساوس هامتون كسب النهاردة. سوانزي سيتي. واحد سفر. وكده اه ساوس هامتون فضل في الدوري. وستوك و اه واست برومتش. الله احمد حجازي عمل موسم اكتر من رائع. علي جبر. هل هيلعب معهم في الشامبينشيب؟ ممكن مسلا. و اه و اه و اه و احمد حجازي اعتقد انه يجيلوا عرضة تاني. مش هيلعب في. اه اكيد. طبعا احمد حجازي يستاهل انه يلعب. تمان. يعني ارسن فجر سامحة من نتكلم يعني أكثر من لعب أفريقي برز في عهد أرسن فينجر كانوا برز في عهد أرسن فينجر وآخرهم أبوميانج أبوميانج بالله هنتكلم عليه دلوقتي وعليكسي أوبي اللعب النجيري اللي بيتقلق برضو كل اللعب الصفقات الأفاركة دي كانت عن طريق أرسن فينجر هنتكلم بقى بداية عن الأرسن الفاز على بيرن لخمسة سفر قدر أبوميانج يسجل هدف الأول ليه في اللقاء ده في الديقى 13 أبوميانج نزل استلم الكرة من نص الملعب وبعد كده بعد ما استلم الكرة من نص الملعب أبوميانج أخر واحد كان معاه الكرة في نص الملعب أبوميانج دلوقتي دخل منطقة الجزاء يعني التلات أهداف يعتبروا نسخة من بعض وقدر يسجل أبوميانج الهدف الأول ليه في الديقى 13 طبعا وسجلها في مرمى الحارس نيك الحارس الإنجليزي لفريق بيرنلي طبعا أبوميانج بيقادي أداء كبير جدا مع فرقة الأرسنال وأنا شاف أن أبوميانج السنة جاي حتى في الدوري الإنجليزي يعني يكون من المنافسين لو محمد صلاح فضل في فرقة ليفربول أبوميانج يكون من المنافسين القويين للمحمد صلاح في التهديف في الدوري الإنجليزي ده كده كان الهدف الأول لأبوميانج الهدف الثاني بقى في الديقى 63 سجلوا لعب أفريقي آخر الهجمة بدأت من خلف هجمة فريق الأرسنال أليكس أوبي برضو جاي من نص الملعب شايفينه جي استلم الكرة من نص الملعب ودخل منطقة الجزائي الكرة هجيله تاني أليكس أوبي وقدر يسجل الهدف التالت ليه الموسم الحالي أليكس أوبي يعني من اللعبة المميزة جدا نجيريا أحد أعمدة منطقة بنجيريا أليكس أوبي هيلعمعه في كسعال آآ ده عمه أوكوشا آآ آآ أنا جاب له حتى الصور بعد الهدف الجاي لأوبوميانج نشوف الصور بتاعته طبعا ده الهدف التالت كل أهداف الأرسنال بتبدأ من قبل نص ملعبهم زي ما احنا شايفين بينقله الكرة بسهولة آآ جدا الكرة كانت بادية من عند بيتر تشيك ونقلوها بسرعة يعني في وسط دفاعات فريق بيرنري وقدر أوبوميانج يسجل الهدف التاني ليه الهدف التام الليه مع الأرسنال أوبوميانج نجم الجابوني طلعا ثلاث أحسن لعب أفريقيا آآ ثلاث أحسن لعب أفريقيا بعد محمد صلاح وساديوماني وساديوماني بزاقته وبيتقلق في صفوف فريق الأرسنال آآ أوبوميانج سوف بقى مع انا يا زال ما كنت بأتكلم وحضرتك دلوقتي على اللعب آليكس آآ لإكس النجيري آآ من أحد عاملات منتخب النجيري جيرونتورو بيعتمد عليه بشكل كبير في منتخب نجيريا آيكس كان عايش في نجيريا آآ سفل العامه اه ده اه آآ أليكس ده يعني أكوشا طبعا ده احرف لعب جيه في تاريخ أفريقيا ده هو صغيرactiv اه دي الصور هو صغير السنقة التوقيع مع الأرسنال بدأ مع الأرسنال في المراحلة العمرية الزغيرة كلها دي والدت ولا إيدي؟ بدأ مع الأرسنال في المراحلة العمرية الزغيرة كلها كانوا عايشين في نجاريا وكان أكوشا بيلعب في فنار بخشة سفروله تركيا وهو اللي ساعدهم إنهما يسافلوا إنجلترا والده بقى عمل أحد المشاريع في إنجلترا حاليا ومن خلال لما وصل هناك دخل في المراحلة العمرية في أكاديميات الأرسنال ووصل إنهو يبقى من أحد أعمدة فريق الأرسنال ومنتخب نجاري هنتكلم بعد كده عن لقاء هانوفر الالماني بيلعب هيرتابلين هانوفر قدر يكسب 3-1 طبعا هانوفر بدربهم برايتن الرايتر مدرب شالكا السابق طبعا قدروا ده الهدف الوحيد في الديئة 3 هانوفر كسب 3-1 الهدف ده في الديئة 39 سجله سانيه سانيه طبعا يعني انا عاز اقول له حضرتك ان سانيه دوت زيه زي كاليدو كلوبالي بالزبط في منتخب السنغال وبيقدي اداء كبير جدا مع منتخب السنغال قلب ادفاع بيلعب قلب ادفاع بيلعب متفيلدر في نص الملعب بيلعب متفيلدر هو وكلوبالي وبفكر حضرتك انك هتشوفهم في كاس العالم الاتنين اللعيبة دولت هيكونوا من اقوى خطوط الدفاعات في كاس العالم كلها ان يكون اتنين كاليدو كلوبالي وسانيه في فريق واحد زي منتخب السنغال هيكونوا قوة ضربة جدا لمنتخب السنغال طبعا كان بيلعب في فريق نانسي الفرنسي واتنقل بـ 2 مليون يورو فقط لفريق هانوفر في الدوري الألماني هتكلم بقى يعني بعد كده عن لقاء باريس سان جرمان في الدوري الفرنسي كان بلعب فريق اميان الفرنسي اللقاء 2-2 اللي قدامنا على الشاشة ده بقى موسى كانوتية طبعا مهاجم قوي ايه عام الجسم ده؟ مهاجم سنغالي برضو مع منتخب السنغال لا يا راب الجسم ده؟ او يعني ايه في كاس العلام؟ هكون موجود مع منتخب النام او اساسي مع منتخب السنغال ولعب لقاء البوسنة اه كان معهم في لقاء البوسنة الودي الأخير اه قدر يهرب من دفاع باريس سان جرمان بسهولة وسجل هدف الاول في مرمى ريولا حارس مرمى باريس سان جرمان ده الهدف التاني برضو سجل هدف التاني استغل سرعته وقوط طبعا وقدر يسجل هدف التاني الهدف رقم اتناشا ليه لموسى من الحالي مهاجم عنده خمسة وعشرين سنة كان بلعب في سيون لعب اربع سنوات في سيون طبعا بدايته كان بلعب في السنغال وبعد كده اتنقل من سنغال لفريق فتلة ابيب لعب في الفرقة دي وبعد كده اتنقل منها لكريساندور الروسي من كريساندور الروسي راح السيون ومن سيون اتنقل لفريق اميان عايز اقول له حضرتك بقى ان يعني احنا شايفين بقى بنتكلم على لعبة منتخب السنغال يعني احنا دلوقتي مثلا اتكلمنا على سنة مهاجم قوي جدا كليدو كليبالي موسى كونتين مهاجم قوي جدا لمنتخب السنغال في الغريبة بقى في البطولات المجمعة ما بيعملوش حاجة سنغال لا اعتقد الجيل الحالي مع اليو سيسي يقدروا يعملو حاجة ما عملوش حاجة في طولة افريقيا في الجيل ما عملوش في طولة افريقيا بس ادوا اداء يعني احنا كلنا كلنا بنشاهد لهم انه ما ادوا اداء كبير في البطولة تمام نروح ليه اخر بقى لقاء معنا نجم بقى كلنا عارفينه يعني وخصوصا جمهي للزمالك مومبليا كان بيلعب نانت كي جاندولي بيسجل اول يعني هدف كي جاندولي قدامنا نجم سانداونز السابق سجل هدف من الاهداف فوز مومبليا يا الهو رقم سبعة رقم سبعة الاشوال اه الجنوب افريكي بيلعب في مومبليا عنده لعب خمستاشر مباراة الموسم الحالي اول هدف ليه الموسم الحالي قدر يسجل هدف جميل طبعا اللي مرر له الكورة ده الياس السخيري الياس السخيري ده اللعب منتخب تونس هنشوفه برضه في كاس العالم مع منتخب تونس كي جاندولي استغلى سرعته وسجل الهدف مرمى تاتا اه سجل هدف مرمى تاتا رسانو حارس نانت وطبع يعني الحارس نانت الفرنسي وقدروا يكسابه اثنين واحد اثنين سفر اثنين سفر شكرا كمان شكرا كمان شكرا شكرا وعزة الالاوة باعتلي بيقولي جاب لك اثنين اوف سايد لصالح الرجاء مش نفيتك لب طيب شكرا جدا ماهر جنينة واطلالة رائع على الكرة الافريقية ومعلومات كتيرة بنعرفها من خلال وجود ماهر جنينة معنا بشكر فليل عمل بالكامل متحة عفيفي مخرجنة محمود عد الامام وطبعا بعزيه مرة اخرى في وفاة خالو وايضا ابراهيم المغربي بشكر كريم حمدي مرسلنا النشيد بشكر حزم علي مرسلنا من الاسماعيلية اللي عملنا تقرير الاسماعيل النهاردة بشكر طبعا فريق الاعداد المحترم معنا نهاردة مصطفى صلاح وخليل المنيسي وبشكر ايضا المصورين المحترمين اسلام واحمد وعادل وطبعا بشكر صفوط ودودو ومحمد عادل عطف ابو ميدو وانجيل عجرودي في طبعا في السوشال ميديا اسلام وعلام وشريف وعمل نبيل طبعا حبيبنا بكرا ان شاء الله تكون حلقة مميزة جدا باذن الله يكون معاك كابتن محمد عمونصف حارس من الحراس الكبار في الكرة المصرية يكون لقاء مهم جدا في جزء التاني يكون معا الصحفين المحترمين شادي عيسى وإيهاب الفولي وإطلالة جديدة من خلال الصحفة من خلال برنامج لاندر وجمهور تصبحوا على خير تصبحوا على خير تصبحوا على خير